احبتي في المسيح الثانية والرابعة لما ربنا ضرب اهل مصر بالذباب والبعوض ايام موسى لما رفض فرعون انه يخلي الشعب الرب يخرج علشان يعبدون ربنا وكان فرعون يبي يستعبد الشعب وشعب الرب وبني اسرائيل وربط هذه الاحداث مع يوم الربنا ضرب ساعة مكة الشي اللي نفتخر فيه على اساس انها عجاز هندسي معماري ضخم يعني زي الاهرامات في 27 سبتمبر 2018 ربنا ضرب الساعة وقتها ببرق شديد يخطف الابصار وقت اذان العشاء وبالتحديد وقت الشهادة عن رسالة محمد شوفوا اليوتيوب وكمان يوم عرفة يوم ربنا ارسل ريح شديدة وكشف ستارة الكعبة كلكم تتذكرونها صليت وسألت روح الرب يا رب عطيني كلمة علشان نفهم لان الشعبي هلك من عدم المعرفة حسب هو شعب أربعة ستة أكيد هذه علامات وأشياء تبينا نفهمها يا رب وكلمة الرب اللي جاتني علشانكم تقول لمن فرعون رفض يطلق شعبي علشان أنا إله غيور سمحت بضرب أرض مصر بمقدساتهم كتحزير فالبعوض والذباب والدم كلها أشياء يعتبرها المصري أشياء نجسة علشان كده ضربتهم بها ويوم ضربتهم بالظلام لأن المصريين كانوا يعبدون إله الشمس راع وكاني أقول لهم خلي راعي ينفعكم وهم بعد نفس الشيء بسوي بمكة لأن لي شعب مختار أحبهم في السعودية أحذرهم لأني أحبهم ما وديه لكون قول لشعبي لما أرسلت الصراصيل لأني بقول لشعبي أخرج من مكة أخرجوا من الإسلام وتعالوا اليوم للمسيح يسوع مصدر الحب والطهارة وأنا أدافع عنكم من فرعون وجنده يقول الرب ربنا يقول لفرعون أطلق شعبي عشان يعبدوني خلي شعبي يبني كنايس ويعبدوني أحبتي وأهل بلدي وربعي وكل سعوديين اللي أحبكم أكثر من نفسي تعالوا نتشارك ونصلي علشان ربنا يعطينا رحمة ويطعطف علينا وعلى ملكنا وعلى حكومتنا وشعبنا أنت يا محمد ويا ماجد وانت يا لافي ويا مطلق ويا سليمان وانت يا هانادي وفاطمة وحنان وآمنة كن لكم تعالوا اليوم إلي يقول لكم المسيح صلوا من كل قلوبكم واطلبوا الرب لأنه قريب وصلي يا رب علشان شعبي السعودي وبلدي الحبيبة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها يا رب حط اسمك على شعبي وبلدي بالمسيح يسوع آمين اشتركوا في القناة